وارجعنا لكم مرة تانية مشاهدينة ولسه معانا في الستوديو لأستاذ عبدالله ربيع استشاري العلاقات الأسرية واللي بنكمل معايا كلامنا عن العند والندية ما بين أي اتنين مرتبطين سواء متجوزين مخطوبين بيحبوا بعض أستاذ عبدالله انت قلتلي قبل الفاصل احنا سعاب بيبقى جوانا حاجات كتير حلوة بس حبسينها وما بنعرفش نقولها ده حقيق طب انا عايزك تعلمنا بقى لان فعلا احنا لو عرفنا نعبر عن اللي جوانا كويس مش يحصل مشاكل علشان نعرف نعمل ده محتاجين الأول احنا اللي اتنين نبقى مقتنعين بقاعدة بتقول ان الحفاظ على الحب والمواد ده والعشرة اهم من اثبات مين صح ومين غلط دي اول حاجة حاجة تانية مش كل الناس بتعرف تقول الكلام مباشر وبتبذل مجهود فظيع وفيه ناس بتاخد فترات كبيرة الفترات الكبيرة دي هيبقى العمر عدة والمشاكل حصلت وانفصلوا خلاص وانا شلت بالضبط وشلنا من بعض وانت عبر ما تاخد وقت تتفكر ازاي هتبتأتي تتكلم وتراديني خلاص انا شلت بقى انت لازم في الوقت ده تقولي الجملة دي انت ما قلتهاش اصلا هنا بقى بنعمل ايه على طول فمش قادر اقول الكلام اقدر اكتب نوتس واسبها للشخص التاني لو انا عندي نوع من انواع الكبرياء المزيف اللي هو مش حقيق او الرهبة او 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 فممكن اكتب نوتس واسبها للشخص ممكن في عصر السوشيال ميديا المرعب رسالة على الواتساب بالكلام اللي انا عايز اقوله ومش قادر اقوله مباشرة مع التكرار مرة واثنين وثلاثة عقلي هيبدأ يرائب لما اقول كلام حلو بيتراد عليه ازاي فيتبسط من الحالة فهتلاقي هو كمان تدرجين بدأ يقوله مباشرة نبدأ نعود نفسنا تدرجيا نقول كلمة حلوة الصبح اعمل مكالمة لزوجتي او خطبتي كلمة حلوة هي تكلم جزها تقوله كلمة حلوة فمع التكرار والتدريج الكلمة هتبقى كلمات كبيرة فيه ناس بتعرف تعمل ده فيه ناس ما بتعرفش تعمل ده